بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قناة والأبصف التعليمية ترحب بكم في تبسيط علم الفيزياء للمرحلة الثانوية بنظاميه الفصلي والمقررات المستوى الأول فيزياء 1 سنتحدث في الحلقة 11 من شرح الفصل الثاني تمثيل الحركة فيزياء 1 عن مراجعة رقم 2-1 وهذا الترميز الخاص بالحلقة فيه الحلقة رقم 11 من مجموع كل 23 حلقة أهملكم من ألانتدو تدربوا على تحويل اللفظ أو النص إلى مفاهيم فيزيائي فالسؤال قال هنا استخدم نموذج الجسيم النقطي إذن مطلوب إن استخدم الجسيم النقطي لرسم مخطط توضيح لراكب دراجة هوائية يتحرق بسرعة ثابتة كل الفصل هذا يتحدث عن السرعة الثابتة إذن إبغالي أحط له النموذج الجسيم النقطي بما أن السرعة ثابتة إذن المسافات لازم تكون ثابتة هذا المطلوب في السؤال أطلب منكم توقفوا التسجيل وتحاول تحل التمرين بنفسك كلما تشوف الرمز هذا أضغط زر الإيقاف وحاول تحل التمرين بنفسك حتى لو أخطأت مئة مرة ما في مشكلة كل مرة ستتعلم أفضل طريقة للتعلم في الحياة للناس هي عن طريق الخطأ والصواء مثل الطفل اللي يتعلم المشي كم مرة يسقط في اليوم مئة مرة يجل السنوات ليتعلم المشي ولا يتوقف لأنه كل ما يسقط كل ما تزداد خبرته وتزداد قدرة العقلية على ممارسة الحركة وهذا المطلوب منكم فأمركم توقفوا التسجيل وتفكر في حل المسألة بنفسك حل المسألة أنا حاخد الاتجاه الموجب من اليسار لليمين وقلنا هذا قائد أو راكب الدراجة الهوائية تحرخ بهذه طبعا زي ما قلنا بما أنه يسير بسرعة ثابتة إذن المسافات لازم تكون بين كل صورتين ثابتة طبعا مو هذا المطلوب المطلوب أني أرسم مخططة جسيمة النقطة يعني أضع بدل كل صورة نقطة يعني هذا هو المطلوب تماما منك كل مطلوب منك أنك ترسم هذه الرسمة ترسم ستة سبعة ثمانية خمسة نقاط بينهم مسافات متساوية وانتهى حل المسألة صور رقم اثنين استخدم نموذج الجسيمة النقطة أيضا لرسم نموذج توضيحي مبسط يتناسب مع المخطط التوضيحي لحركة الطائر في أثناء طيران هو الآن أعطاني حركة الطائر كل علينا بغانا شير الصور وحط بدالها نقطة ما النقطة التي اخترتها على جسم الطائر لتمثل فكر طبعا مطلوب زي ما انتم شايفين عندنا الطائر يطير النقطة التي اختارها طبعا من المستحيل أن نختار ذيل الطائر لأن ذيل الطائر بيتغير موقعه لأسفل وفوق ومستحيل أن نختار جناح الطائر برضو لأن جناح الطائر بيتغير باستمرار إذن النقطة لازم تختارها لتمثيل الجسيم النقطة لازم تكون نقطة ثابتة فأنا سأختار وسط الطائر لأنه ثابت ولاحظوا طبعا هو أختار الاتجاه من عنده من اليسار لليمين وأنا ملزم به فكل علي أضع النقاط هذا هو الجسيم النقطي أربع نقاط انتهى هذا وحل المسألة كل مطلوب أنك ترسم أربع نقاط وتحط اتجاه السهم ومداك تكتب هذه نقطة البداية وتكتب هذه نقطة النهاية للتوضيح سوى الرقم ثلاثة استخدم نموذج برضو الجسيم النقطي يبغاني نحول هذه إلى جسيم نقطي لرسم نموذج توضيحي مبسطي تناسب مع المخطط التوضيحي لحركة سيارة ستتوقف إذا المسافات تتغير زي ما أنتم شايفين كانت المسافة جدا كبيرة أصبحت المسافة أصغر مما يدل أن السيارة هذه بتتناقص سرعتها وذهب للوقوف لسيارة ستتوقف عند إشارة مرورية كما في الشكل 2.5 حدد النقطة التي اخترتها على جسيم السيارة تمثيلها قلنا طبعا اختيار النقطة لازم يكون نقطة ثابتة فكر طبعا النقطة التي اختارها هنا حقيقة هي نقطة ثابتة الاتجاه هو حدد لهو قيده من اليمين لليسار والنقطة الثابتة التي اختارها هو الكفر الأمامي للسيارة طبعا ماذا تختار الكفر الخلفي ماذا تختار المنتصف هذا الشيء راجع لك راجع للطالبة هم شيء أن الجزء هذا ثابت لا يتحرك فكل علي اذن ارسم اربع انقاط واحدين ثلاثة اربعة واحط سهم الاتجاه وهذا والحل المطلوب منك وانتهى وللتذكير فان السرعة تتناقص لان المسافة بين كل نقطتين بتتناقص سوار رقم اربعة برضو استخدم نموذج جوسيم النقطي لرسم خططات الحركة التوضيحية لعدى اين في سباق عندما يتجاوز الاول خط النهاية يكون الاخر قد قطع ثلاثة اربع مسافة السباق فقط اذن من فيهم الاسرع الثاني اللي وصل طبعا اسرع لاحظوا طبعا هم حيصيروا طبعا بسرعة منتظمة فكل عليك الان تفكر وتحالي تحل المسألة الحل طبعا اننا اختار اتجاه الموجب من اليسار لليمينة واتجاه الحركة فهذا والعداء الاول قام يجري طبعا المسافات بينه متساوية على اساس ان هذا الجسم بيسير بسرعة ثابتة او هذا الرجل بيجري بسرعة ثابتة نروح للعداء الاخر كان يمشي بسرعة اقل طبعا فطبعا هنا المسافات لاحظوا ان المسافة للعداء الثاني اقل من العداء الاول لانه سرعته اقل من العداء الاول فإذا هذا نوضح مين أسرع بأن أترك مسافات أكبر لتدل أن هذا أسرع من الآخر فمن المطلوب الجسيم النقطي كله علي أضع بدل هذه الصور نقاط وأضع بدل الآخر نقاط وانتهى حل المسألة هذا هو حل المسألة أنك ترسم هذه النقاط وترسم هذه النقاط وتحطها لاتجاه وتلاحظ أنه لازم تكون المسافة للعداء الأسرع المسافة أكبر من العداء الآخر هذه أهم نقطة تتعلمها في هذا التمرين زي ما أنتم شايفين عندنا هنا المسافة لازم تكون أكبر وهذا هو النقطة المطلوبة أنك تتعلمها في هذا التمرين ما سيتم شرحه في الحلقة القادمة لما شاءت الله سنتحدث عن متجه الإزاحة نشكر لكم دعمنا عن طريق ضغط زر الإعجاب والاشتراك في القناة ومشاركة الحلقة مع من تحبون ونعمل متابعتنا على حسابنا في التويتر وقناتنا في التليجرام وسنسعد باستقبال مراسلاتكم استفساراتكم وقترحاتكم وشكرا لكم